الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيش مجازي الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح سيسي بمطار العالمين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زيد النهيان وأوضح متحدث الرئاسة أن الزعيمان عقد جلسة مباحثات تناولت تبادل الرؤى ووجهة النظر تجاه الأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية فضلا عن سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وأضاف متحدث الرئاسة أن الزعيمين أكد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية وجه رئيس عبد الفتاح سيسي بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المصاري الآمن للموازنة العامة مع صياغة استراتيجية متوسطة المدال لاستهداف خفض أكبر قدر ممكن من نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونائبيه وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم استعراض الموقف المالي لهيئة التأمين الصحي الشامل حيث وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في خطوات ومراحل تطبيق المنظومة وصولا للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية ولتقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين قال الرئيس الروسي بلاديمير بوتين إن روسيا دولة عظمى قوية لن تنتهج على الساحة الدولية سوى سياسة تلبي مصالحها الأساسية وأكد بوتين في رسالة له بمناسبة يوم العلم الروسي أن روسيا ستتبع دائما القيمة التقليدية وأن الاستقلالية في اتباع مصاريها الخاصة متأصلة في الشعب الروسي صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك بأن موافقة ألمانيا الآن على إطلاق خط أنبيب الغاز السيل الشمالي 2 يعني فشلها سياسيا وقال هابك في لقاء إن مع المواطنين الألمان إنه ستكون هناك مكاسب قصيرة المدى في حال إطلاق السيل الشمالي 2 لكن ذلك سيكون ضد القيم التي انتهجتها ألمانيا ضد روسيا جراء عملياتها العسكرية في أوكرانيا أعلنت الحكومة الإيطالية أن صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خفضت إنتاجها لتوفير الطاقة وقالت الحكومة الإيطالية أن هناك قطاعات صناعية كاملة كصناعة الزجاج والمعلبات بدأت ترشيد فيها مشيرة إلى أن ذلك له أثر على العمال لأن الإنتاج يتباطأ في تلك المصانع تمكنت فرق الإطفاء في إسبانيا من السيطرة على حريق للغابات اكتحى مساحات شاسعة شرق البلاد وقت الحريق على أكثر من 20 ألف هكتار من الأراضي واستدعى إجلاء نحو 2200 شخص وأعلنت الإدارة المحلية لمنطقة فالينسيا أن عمليات الاستطلاع أظهرت عدم وجود أي جبهات نشطة للحريق الذي بات من الممكن اعتباره تحت السيطرة وقالت أجهزة الإطفاء أن تراجع سرعة الرياح وانخفاض درجات الحرارة ليلا وارتفاع نسب الرطوبة ساعدتها في احتواء الحريق ختم مجد الثامنة فاصلوا وضح لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر